بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وشي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قوب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نسلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يقشى السدرة ما يقشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى هفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنفا تلك إذا قسمة ضيذا إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سرطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تقضي شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنفا وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يقني من الحق شيئا فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسن الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدا أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في سحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تذر وازرة وثر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنفى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أقنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أطلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأجل آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أذفت الآذفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاصجدوا لله واعبدوا ترجمة نانسي قنقر